إبراهيم يقول أنا لو أدركت الإمام في الركعة الأخيرة وسجد للسهو قبل السلام ماذا أفعل تسجد معه للسهو وهذه قاعدة مهمة لك يا إبراهيم ولكل من يتابعني أن المسبوق سواء بركعتين بجميع الركعات إذا أدرك الإمام وسجد الإمام قبل السلام سواء أدركت الخطأ أو لم تدركه تتابع الإمام تتابع الإمام ثم تقوم وتقضي صلاتك تقضي صلاتك وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه فلا تختلف عليه ولذلك تتابع الإمام أما إذا كان سجود الإمام بعد السلام أما إذا كان سجود الإمام بعد السلام سلم أنت تقوم وتقضي خاصة وقد أدركته في التشهد الأخير